مرحبا فيك في القسم الثالث من دورة تعلم ساب 2000 في القسم الأول أخذنا تعلم البرنامج وفي القسم الثاني أخذنا مثال علي تطبيقي لمثال الأخير اللي أنت تلاحظ الآن أمامك مشروع المستشفى الآن هذا القسم هو موجه للمبرمجين والمطورين اللي يحبونه أنه نستفاد من الابي آي اللي توفرها لنا الشركة ضمن البرامجيات الثلاثة برنامج ساب 2000 وإي تابس طبعا ساب 2000 و ساب 2000 و ساب 2000 الشرح خلال هذا السكشن هو يطبق على كلهما احنا بالتحديد رح نتعامل مع ساب 2000 ولكن الفرق أنه بدل أنه تستخدم الملف اللي موجود عندك ضمن ساب 2000 برنامج أنت بستخدم ملفات CSI Bridge حتى تبدي تتعامل معها طبعا عموما فإحنا رح نبدأ نأخذ كل شيء بالتدرج ما رح نبدأ نطرق طبعا لكل الابي آي الابي آي جدا ضخمة لكن رح نوضح المفهوم العام لعملية استخدامها رح نعرف الأساسيات العامة ونبدأ نكتب مثال عليها هو موجود فعلا ضمن الابي آي ورح نبدأ نكتبها طبعا بأكثر من اللغة برمجية اللي تدعمها الابي آي